السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل بجاحة وبمنتهى السفالة طالع السفيه الهارب محمد ناصر ومعاه طبعا قطيع من الإخوانجية يقوله بأي صفة يتكلم الرئيس عبد الفتاح السيسي باسم الفلسطينيين طبعا هم هنا أصدهم إزاي أن الرئيس يطلع يعطي بعض الاقتراحات لحل الأزمة واللي كان منها دولة فلسطينية منزوعة السلاح جنبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية وصدقوني لو كان الاقتراح ده يا أخواننا طالع من أردغان أو من تميم بن حمد مثلا أو من خامنئ كنت هتسمع كلام مختلف تماما عموما للعاوز يعرف الرئيس السيسي بيتكلم بأي حق تعال أقول لك الإجابة لكن فضلا ياريت نركز مع بعض كويس قوي في هذه الحلقة واعطيني قلبك وعقلك ومن فضلك لايك وشير للفيديو ودعم القناة ويلا نبدأ الحلقة بسم الله في البداية كده مختصر الكلام هو إن ديل الكلب عمره ما يتعدل تقريبا المثل ده كان متفصل بالضبط على مقاس اللي ما يتسموش مش اللي ما يتسموش بتوع الاحتلال لا إحنا عندنا كمان ما يتسموش تانيين واللي على رأسهم بالطبع العيال الإخوانجية اللي عايشين على سبوبة الهجوم على مصر عمال على بطال علشان طبعا لقمة العيش الحرام ما هي لما تكون لقمة العيش هدفها هدم الأوطان وإراقة الدماء وإثارة الفوضى وقلب الحق باطل والباطل حق تبقى مش حرام بس لا دي تبقى من أكبر الكبائر في وسط الأزمة اللي مخليها العالم كله يلف حوالين نفسه في غزة ومحاولات البحث عن أي حل ولو حتى حل مؤقت لوقف نزيف الدم اللي بيسيل كالبحور في كل دقيقة ورغم الجهود الجبارة اللي شافها العدو قبل للحبيب بأنها معجزة وقدت للوصول لهدنة مؤقتة ووقف مؤقت لإطلاق النار والبحث عن أي شيء لاستمرار الهدنة لوقف أطول أو بشكل دائم والدخول في المفاوضات يطلع لنا بقى خفافيش الظلام كلاب الإخوانجية طلعين يهاجموا مين تخيل طلعين يهاجموا الرئيس عبد الفتاح السيسي ويتهموه بالخيانة وبيع القضية ويطلع غلام الجماعة اللي اسمه محمد ناصر في بث مباشر يقول فيه بأي صفة يتكلم السيسي باسم الفلسطينيين وأنا قبل ما أجاوب عن سؤال محمد ناصر وقبل ما أكشف الهدف أصلا من السؤال لازم أعترف أولا أني أتفق معاه أن الرئيس السيسي فعلا باع القضية من زمان مش من النهاردة بس وخد دي كمان عندك تسدق أن الرئيس كمان طلع خاين طب إيه التفاصيل بص يا سيدي موضوع أن الرئيس باع القضية ده كلام حقيقي ومضبوط مية في المية تعال أقول لك إزاي المفروض يا أخواننا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان وزير دفاع مصر أيام حكم الإخوان وطبعا الإخوان أيامها طلعوا هللوا وكبروا وقالوا عن الراجل ده أنه وزير دفاع بطعم الفراولة قصد بطعم الثورة وقالوا أنه واحد مننا ووزير الدفاع المصلي وقعدوا ينشروا صوره وهو واقف إمام بيصلي بالجنود لدرجة أننا نفسنا افتكرنا أن الراجل ده إخوانجي وبدأنا بقى نستعود ربنا في الجيش المصري وفي الدولة المصرية ساعتها لكن اللي حصل أن الراجل زي ما كل الناس كانت متابعة أيامها خان القضية من وجهة نظرهم هم وطلع إداهم على أفاهم مش هقولك يوم 30 يونيو لا ده من قبل كده بشوية كمان لما طلع قرار المجلس العسكري بإجهاد خطة الجماعة بتضييع أرض الفيروز أرض سينة بالطريقة والطريقة يعني بحيلة خبيثة كانت هتحطنا أمام الأمر الواقع وهو بتمليك الأراضي في سينة لغير المصريين واللي الرئيس الإخوانجي الأسبق محمد مرسي غافر الله لنا وله كان بيلمح أن الموضوع عادي وما فيهوش أي حاجة وقتها طلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وفضح الخطة الخفية للإخوان وقال إن كان فيه صفقة مشبوهة بفتح الإخوان أراضي سينة لاستقبال أهالي غزة مقابل شوية مصالح كده على كيفك لكن من الواضح إن المجلس العسكري كان واعي جدا لخطورة الخطة يعني بالمختصر كده كان هرشها من الأول وقبل وصول الإخوان للسلطة فأصدر مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سينة واللي نص القانون على حظر تملك الأجانب للأراضي والعقارات في سينة وتم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية في 19 يناير 2012 يعني قبل تولي الرئيس الإخوان جراحي المحمد مرسي الحكم بست شهور تقريبا إيه اللي حصل بقى بعد كده؟ بعد كده الموضوع أحرج حكومة الإخوان وما كانش قدامهم غير إنهم يصدقوا على القانون ده وإلا كانت خطتهم هتنكشف على الملأ وجه المشير عبد الفتاح السيسي لما كان ماسك وزير دفاع بقفل الفكرة دي بالضبة والمفتاح في 29 ديسمبر 2012 فأصدر القرار رقم 23 لسنة 2012 بشأن تحديد قواعد وضوابط التملك في شبه جزيرة سينة ونص القرار على حظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات في المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية بمسافة 5 كم غربا ما عدا مدينة رفح والمباني المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهوري رقم 204 لسنة 2010 وفي 15 أغسطس 2015 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفة وقتها رئيس الجمهورية القانون رقم 95 لسنة 2015 واللي بيتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سينة ونصت المادة 2 على أن يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين دلمين من حاملة الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى ويكون من أبوين مصريين وللشخصيات الاعتبارية المصرية المملوك رسملها بالكامل للمصريين وأضاف القانون أنه في جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات بها عقارية أو عينية سواء للمصريين أو الأجانب أو التأجير للأجانب بالمنطقة إلا بعد الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وأيضا المخابرات العامة كده الشروط باضت والفكرة تقفلت من كام سنة يعني موقف الرئيس السيسي النهاردة والخط الأحمر أمام تهجير أهل غزة لسينة ما كانش جديد لكنه حطه في عين الإخوان أولا وفي عين الاحتلال وبعدين في عين كل اللي يتشدد لهم سواء بقى الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا كلها تمن خيانة دي ولا مش خيانة يا متعلمين يا بتاع المدارس استنى بس شوي على الإجابة يا أبو الأناصير لما نشوف الأول سؤالك ده ليه وش معنى دلوقتي بص يا محمد يا ناصر يا حبيب الشياطين معليك طبعا عارف أن جماعتك الإخوانجية القذرة اللي انت طالع تتكلم بلسانها لا بتحب النظام اللي هو عكس الفوضى يعني ولا بتحب الجيوش وهو عتنكر الكلام ده حياة الجماعة دي كلها يا محمد يا ناصر من أول يوم بتعشق فيها العمل السري وبتعشق فيها شغل العصابات والميليشيات فطبيعي جدا لما يجي الرئيس السيسي ويسحب البصاط من تحت حوافر إخوانك الإخوانجية تمهيدا لتوحيد الراية في كامل الأراضي الفلسطينية ويكون فيه عمل موحد ومنظم بعد كده فده معناه أن السبوبة بتاعتكم ضاعت وما بقاش ليكم لازمة فمش غريبة بقى عليكم يا محمد يا ناصر لاعتراض ده طبيعي يا ابني والله وخلي بالك أن الحد دلوقتي لسه ساكت وما تكلمتش عن كوارث حماس المجرمة ولا تكلمت عن أرواح الأبرياء اللي بلغت إلى الآن حوالي 30 ألف شهيد نحسبهم من الشهداء إن شاء الله من أهل غزة في خمس حروب بسبب لعبكم وندلتكم وده ياخدنا للإجابة عن سؤالك إيه بقى علاقة الرئيس السيسي بالقضية الفلسطينية أنا هقولك يا حبيب إبليس فاكر كم مرة وقعتم غزة تحت نران لاحتلال بدون أي داعي وبدون أي تأثير مين بقى يا روح الشياطين اللي كان بيتدخل علشان يوقف المصايب اللي انتوا كنتوا بتعملوها دي مش الرئيس المصري برضو ولا حد تاني خلي بالك أنا بقول الرئيس المصري ما قلتش الرئيس السيسي طب أنا قلت الرئيس المصري ليه علشان أفهمك وفاهم اللي جايبينك وأنا طبعا مقصودش اللي جايبينك اللي هما الوالد والوالدة اللي أكيد مش عاجبهم طبعا خيانتك لكن أنا عاوز أفهمك يا ناصر وفاهم اللي مشغلينك إن الحفاظ على الدماء الفلسطينية عقيدة ثابتة عند المصريين مش عند الرئيس السيسي بس دا لو تفتكر برضو الرئيس مبارك رحمه الله عمل إيه علشان أهل غزة بعد ما ربنا ابتلاهم بيكم الكلام كتير والتفاصيل أكتر لكن لو ما كانش الرئيس المصري هو اللي يتدخل ويتكلم ويدافع عن إخواننا الفلسطينيين اللي انتوا بتتعاملوا معاهم كأنهم رهاين تلعبوا بيهم في كل الأوقات يبقى مين اللي ممكن يتدخل يا ناصر أنا أخواننا عاوز أختم الحلقة دي وأكد إن الإخوانجية هيفضلوا زي ما عرفناهم خونا جوبنا أعداء لاستقرار بلادنا بيستحلوا كل شيء علشان مصلحة جماعتهم العفنة ربنا يحفظ بلادنا كلها من هؤلاء الشياطين وأن يرد كيد كل من يكيد لبلادنا في نحره وأن يوفق حكمنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته